عزة حسن العليلي اتولد 15 ستمبر 1934 حصل على بكلوريوز المحهد العالي للفنون المسرحية عام 1960 لكنه لم يبدأ مسرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته الاخوات الأربعة بعد وفاة والده فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962 والذي كان بمثابت بدايته السينمائية تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون قدم عزة العليلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها فيلم الأرض الاختيار الناس والنيل ليوسف شهين وفيلم السجمات للمخرج الراحل صلاح عبوسيف